بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات بمادة التربية الفنية اليوم سستكمل ما تبقى من المشروع الفصلي طبعا أخذنا في الحصة الماضية كان درسنا مثل ما ذكرت لكم مشروع الفصلي أخذنا أهداف المشروع واستمارة تنفيذ المشروع الفصلي أيضا الصفات التي يجب التحلي بها وأخطاء تسبب فشل المشروع بشكل عام وأبرز التحديات التي قد تواجهنا أثناء تنفيذ المشروع أيضا سمات المبدعين سنأخذ سمات المبدعين بشكل عام هذا بالنسبة لبعض الأمور التي تعلمناها في الحصة الماضية اليوم سنأخذ التطبيق العملي للمشروع الفصلي سنأخذ اليوم التطبيق العملي بشكل مختصر لطريقة تنفيذ المشروع الفصلي في البداية أعزائي الطلاب والطالبات سنأخذ مراجعة سريعة ثم سنبدأ في عملية التطبيق العملي طيب في البداية مثل ما ذكرنا لكم أهداف المشروع الفصلي هي تنمية مهارات التفكير الإبداعي أيضا منح القدرة على تحديد متطلبات تنفيذ الأفكار المفاهيمية من الخامات والأدوات المستخدمة في العمل الفني أيضا التشجيع على التفكير بطريقة غير مألوفة من خلال تعريفه للفن المفاهيمي ودمج بين المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في المشاريع الفنية لدى الطالب وأيضا تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية ودمج الاتجاهات الإيجابية لدى الطالب لدى الطلاب بشكل عام نحو الإبداع والتفكير الإبداعي واكتساب القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكلات أو قضايا أو أفكار وأيضا لمشاهدات حياتية أيضا مناقشة العلاقات في القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها الطلاب والتعبير عن الانفعالات الوجدانية والملاحظة المعان التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني أيضا اكتساب مهارة التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية واكتساب القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة في الانتاج الفني هذا بالنسبة لأهداف المشروع الفصي بشكل عام أيضا الصفات التي يجب التحلي بها عندنا امتلاك العزيمة لإنجاح المشروع مثل ما ذكرنا لكم والعمل بجدية ومعرفة احتياجاتك جيدا ومواجهة التحديات المختلفة التي قد تحصل لأثناء تنفيذ المشروع سنواجه الكثير من التحديات أثناء تنفيذ المشروع فنحاول بقدر المكان نحلها ونستشير المعلم أو نستشير المعلمة في عملية تنفيذ هذا المشروع بشكل عام أيضا اهتمام بتنظيم الوقت وإعداد جدول مهام المشاركين المشروع أيضا التعلم من الأخطاء السابقة جميعنا وقع بأخطاء سابقة أثناء إعدادنا المشاريع بشكل عام وأثناء لأعمالنا بشكل عام نحاول أن نستفيد من هذه الأخطاء أيضا تمني الأفكار الجديدة المناسبة التي تساعد في إبراز العمل بشكل جديد وإبداعي نحاول بقدر المكان نكون مبدعين في عملنا ونفكر بطريقة غير تقليدية مثل ما ذكرت لكم ويكون العمل بنفس الوقت جميل أيضا من أخطاء تسبب فشل مشروع عدم اعتماد خطة المعلم خطة المشروع مع المعلم أو المعلمة أيضا عدم الاستماع لملاحظات المعلم أو المعلمة هذه من ضمن الأخطاء وأيضا عدم متابعة المشروع مع المشاركين إذا كان المشروع جماعي نحاول بقدر المكان أن نتعاون ونستشير بعضنا البعض إذا كان المشروع جماعي مثل ما ذكرت لكم نحاول بقدر المكان ننجح هذا المشروع أيضا عدم التعاون مع المشاركين الذين يحتاجون للمساعدة نحاول أن نساعد بعضنا مثل ما ذكرت لكم لإنجاح المشروع بشكل عام فنحن نكون فريق كامل مجموعتنا تكون فريق نحاول بقدر المكان تكون أفضل مشروع بين المشاريع الموجودة في هذا الفصل أيضا عدم التواصل بين أعضاء الفريق فريق عمل المشروع والخروج عن الهدف وفكرة الفكرة الرئيسية للمشروع هذا من ضمن الأخطاء التحديات التي قد تواجه كثانات تنفيذ المشروع اللي هو عدم توفر الخامات والأدوات هذه من ضمن التحديات الحلول هو أبحث عن البديل أو الشبيه أو جرب خامة جديدة تماما بعد استشارة المعلم أو المعلمة هذا من ضمن الحلول بالنسبة لهذا التحدي اللي هو عدم توفر خامات مثل ما ذكرت لكم الحل نحاول أن نستخدم خامات جديدة مختلفة ومشابهة لها المشابهة للفكرة التي تم تنفيذها أيضا ضمن التحديات قلة الخبرة لدى بعض المشاركين والحل هو حاول تقديم المساعدة أو تكليفهم بمهام تتناسب مع قدراتهم أيضا صعوبة التواصل بين أعضاء الفريق والحل مثل ما ذكرت لكم اللي هو استخدام قنوات المتاحة مثل اللي هو برنامج مايكروسوفت تيمز أيضا بإمكان نستخدم البريد الإلكتروني بشكل عام أو نستخدم أي طريقة للتواصل بشكل عام لنتواصل فيما بيننا ونحاول بقدر إمكان إنجاح هذا المشروع أيضا من سماعة المبدعين معرفة جميع الجوانب بالتفصيل والنظر المشروع بطريقة متعددة ومختلفة وقبول جميع أنواع الأفكار والتفكير الخارج الصندوق وحل المشكلات والقدرة على مواجهة المشكلات وحلها أيضا عدم التوقف والتنظيم مهم أيضا مهم جدا ويساعد في تقديم الأفكار للآخرين بشكل جيد وواضح مثل ما تشون أمامكم هذه استمارة تنفيذ المشروع عندنا في الأعلى اسم المشروع أيضا عندنا نوع المشروع على الجهة اليسرى وفكرة المشروع نسجلها بشكل مختصر بشكل نقاط أيضا اللي هو أهداف المشروع نسجلها بشكل نقاط أيضا وعندنا تخطيط فكرة العمل بالنسبة لتخطيط فكرة العمل لدينا اللي هو وصف المشروع نصل في المشروع بشكل مختصر وعندنا الخامات والأدوات نسجلها جميعها أيضا مراحل تنفيذ المشروع نسجل طريقة التنفيذ خطوة وخطوة أيضا طرق إخراج وعرض المشروع سواء كان برواز أو غيرها من الطرق العرض أيضا قيمة المشروع الجمالية والنفعية أي في النهاية التقويم والنقد الفني والتقييم وهل نفذ العمل أو لم ينفذ وفي النهاية في حال لم ينفذ نسجل أسباب عدم التنفيذ على سبيل المثال عندنا اللي تشوفون أمامكم هذه عندنا الاستمارة وعندنا العمل الفني نسجل اللي هو فكرة المشروع مثل ما تشوفون أمامكم اللي هو مكافحة الوطن الفيروس كوفيد 19 ونسجل هل المشروع فردي أو جماعي أيضا فكرة المشروع على سبيل المثال عندنا اللي تشوفون أمامكم هذا يمثل اللي هو عمل خريطة للمملكة من الكمامات مثل ما تشوفون طبعا هدف المشروع اللي يتفصيل رسالة عن طريق الفن لجهود المملكة العربية السعودية وممثلة بوزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا عندنا أيضا اللي هو وصف المشروع رسم شكل الفيروس باللون الأخضر وعمل خريطة المملكة من الكمامات عمل خريطة المملكة من الكمامات وهي تمثل حماية المملكة من الفيروس الأدوات المستخدمة مثل ما تشوفون أمامكم عندنا ألوان أكريليك وكانفس وكمامات وفرش تلوين وماء ومقص وجسو أيضا غرا يوهو وقلم رصاص مراحل التنفيذ في بداية رسم الأشكال ثم قص الكمامات وبعدها لسقها لسق الكمامات ثم تبدأ عملية التلوين طرق الإخراج يتم وضع إطار على اللوحة مثل ما تشوفون أمامكم وأيضا قيمة المشروع الجمالية والنفعية وصلت اللوحة الشعور بأن المملكة محمية من فيروس كورونا وفي النهاية يتم عملية التقويم والنقد الفني والتقييم ثم ننفذ في حال لم ينفذ يتم تسديل أسباب أما الآن سنبدأ في التطبيق العملي للمشروع الفصلي حنبدأ الآن في عملية التطبيق العملي مثل ما ذكرت لكم عندنا اللوحة اللي تشوفون أمامكم عبارة عن كامفس تم إضافة مثل ما تشوفون البيت التراثي حنرسم بيت تراثي عن طريق اللي هو الجسو نضيف الجسو فيه أيضاً حنستخدم الألوان حنستخدم ألوان الأكريك اللي تعلمنا طريقة رسمها هنأخذ الجسو مثل ما تشوفون أمامكم هذه هي مادة الجسو عبارة عن مادة لزجة مثل ما تشوفون أمامكم نضيفها ونعمل عدة تأثيرات نستخدم السكين مثل ما تشوفون أمامكم هذا هو السكين رسم أخذناه ويتم إضافة عدة تأثيرات على سطح اللوحة على سبيل المثال عندنا مثل ما تشوفون أضفناه بهذا الشكل ونأخذ بعض التأثيرات لعمل التأثيرات مثل ما ذكرنا على سطح العمل بهذا الشكل بإمكاننا نعمل عدة تأثيرات وعدة أشكال في سطح اللوحة مثل ما ذكرت لكم مثل ما تشوفون أمامكم بهذا الشكل أيضاً نضيف القليل مثل ما تشوفون هذه مادة الجسو نعمل بها عدة تأثيرات طبعاً بإمكاننا أيضاً إضافة التأثيرات هذه على المبنى على البيت التراثي مثل ما تشوفون أمامكم بهذا الشكل هذه بعض التأثيرات التي ممكن نضيفها على البيت التراثي بشكل عام طبعاً تعطي مادة الجسو تأثيرات متعددة نحاول بقدر أمكان أن يكون العمل جداً جميل في شكله النهائي نسحب بإمكاننا نضيف تأثيرات مختلفة مثل ما ذكرنا طب كذا انتهينا بالنسبة لمادة الجسو في النهاية مجرد أن ننتهي يتم إغلاق العلبة بإحكام نحاول إغلاق العلبة بإحكام لأن هذه المادة ممكن تنشف وتخرب بهذا الشكل طيب فمجرد أن ننتهي من مادة الجسو يتم التلوين عندنا الفراش المخصصة بالنسبة للألوان الأكريليك طبعاً بإمكاننا نستخدم فراش نعمة وإمكاننا أيضاً نستخدم فراش خشنة طبعاً يوجد مثل ما ذكرنا لكم سابقاً أنواع الفراش كثيرة وأشكالها متعددة بشكل عام طيب على سبيل المثال عندنا اللون الأزرق نأخذ القليل من اللون الأزرق ويتم الخلط في المنتصف نأخذ كتلة من اللون الأبيض ويتم الدمج بينهم مثل ما تشاهدون تم إضافة المزيد من اللون الأبيض مثل ما تشوفون عمامكم بهذا الشكل بهذه الطريقة يتم الدمج بإمكاننا أنه يتم الدمج عن طريق استخدام السكين سكين الرسم أو باستخدام الفرشة لأنه الحرية بطريقة الدمج طيب هنبدأ بعضها بعدها بالتلوين مثل ما تشوفون بهذا الشكل على شكل ضربات مثل ما تشوفون أمامكم نحاول أن نلون الأطراف بشكل عام مثل ما تشوفون أمامكم نبدأ من الزوايا دائما نحاول أن نبدأ بالزوايا في حال إذا كانت المساحة كبيرة مثل ما تشوفون طبعا أيضا تتم نبدأ ندخل في الشكل مثل ما تشوفون بهذا الشكل بهذه الطريقة تم إضافة القليل من الماء بهذا الشكل نلون بهذا الاتجاه طبعا هذا يسمى بالأسلوب التأثيري شكل ضربات فرش مثل ما تشوفون أمامكم المدرسة التأثيرية تعتمد اعتماد على ضربات الفرش مثل ما ذكرنا لكم سابقا بهذا الشكل نبدأ في عملية تلوين السماء بشكل اتجاه واحد وممكن نأخذ إلى عدة اتجاهات اقتربنا من نهاية الجزء العلوي مثل ما تشاهدون أمامكم طريقة التلوين بشكل عام تعتبر جدا سهل وبسيطة مثل ما تشوفون بهذا الشكل بهذه الطريقة نكون لولنا الجزء العلوي نضيف بعض الشيء من اللون الأبيض المزيد من اللون الأبيض مثل ما تشوفون نحاول أن نضيف عدة طبقات وعدة تأثيرات للون الأبيض مثل ما تشوفون بهذا الشكل نحاول أن نجمج بين الشكل العلوي و مثل ما تشوفون أمامكم نحاول أن نجمج بين الشكل العلوي بهذا الطريقة نحاول أن نضيف المزيد أيضا نضيف القليل من الماء قليل جدا نحاول لا نكثر كمية الماء نحاول بقدر الإمكان مثل ما ذكرنا لكم كثرة الماء ممكن تعطينا تأثير مشابه للتأثير الألوان المائية فلذلك نحاول أن ما نكثر من كمية الماء بشكل عام فلذلك كثرة الماء ممكن تعطينا التأثير المائي في اللوحة بشكل عام لكن نحاول بقدر الإمكان نكون اللي هو تأثير اللي تشوفون أمامكم تأثير مختلف بعض الشيء في هذا العمل مثل ما تشاهدون أمامكم هذه بالنسبة للأسلوب بشكل عام بهذا الشكل نحاول نضيف اللون الأبيض أيضا نزيد من كمية اللون الأبيض في حال احتجنا مثل ما تشاهدون طبعا اللون الأبيض يعتبر عنصر مهم في التلوين بشكل عام أيضا مثل ما تشوفون أمامكم ممكن نستخدم اللون الأبيض مثل ما تشوفون أمامكم نزيد كمية اللون الأبيض بشكل عام ثم بعد ما ننتهي من التشكيل بشكل عام ممكن أن نضيف تأثيرات مثل السحب مثل تأثيرات مختلفة مثل ما ذكرنا لكم طبعا حاليا نرسم يتم تلوين السماء بشكل عام ثم نضيف اللي هو طبقات لونية نضيف اللي هو السحب بشكل عام مثل ما ذكرت لكم حاليا يتم تلوين السماء بشكل عام بطريقة تأثيرية اللي هو طريقة ضربات الفرش مثل ما ذكرنا لكم سابقا أيضا الأسلوب التأثيري يعتبر أحد أو المدرسة التأثيرية تتبع أحد المدارس الفنية مثل ما ذكرنا لكم سابقا يوجد المدارس الفنية عدة مدارس المدرسة التأثيرية المدرسة التكايبية المدرسة أيضا السريالية تعتبر جميعها من المدارس الفنية هذه تعتبر أحد المدارس الفنية مثل ما ذكرت لكم المدرسة التأثيرية عبارة عن ضربات فرش أغلب أعمالها مثل ما تشوفونا بالتأثير بالتأثير هذا أيضا مجرد ما ننتهي يتم مثل ما ذكرت لكم طبعا أيضا الحواف يتم تلوينها بهذا الشكل وبهذه الطريقة نحاول أن نزيد كمية الماء بعض الشيء أيضا القليل من اللون الأزرق ويتم التلوين بهذا الشكل نحاول أن نلوين الحواف الأطراف بهذا الاتجاه بهذه الطريقة مثل ما تشوفون أمامكم نحاول أن نجمج بالألوان بهذا الشكل بهذه الطريقة طيب هل نقتربنا من نهاية بالنسبة للسماء مثل ما تشوفون بهذا الشكل بهذه الطريقة نكون انتهينا بالنسبة لتلوين السماء نضيف بعض اللمسات فقط مثل ما تشوفون أمامكم نزيد كمية الماء بهذه الطريقة لعمل الحدود بإمكاننا نستخدم أي نوع من أنواع الفرش بشكل عام أيضا طريقة الرسم بشكل عام تعتبر جدا سهلة وبسيطة بهذا الشكل نتم تلوين حدود المبنى أيضا الحدود بالنسبة للأرضية نضيف البعض من الماء بهذا الاتجاه ونلون شكل من الجوانب أيضا نضيف كمية من اللون الأبيض نضيف كمية من اللون الأبيض يتم غسل الفرشة مثل ما تشوفون بهذا الشكل تم تنشيفها ثم نستخدم كمية من اللون الأبيض لعمل تأثيرات السحب مثل ما تشوفون أمامكم بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل يتم رسم السحب وممكن نعطيها طبقات مختلفة بالنسبة للسحب بشكل عام مثل ما تشوفون بهذا الشكل وبهذا التأثير ممكن نعطيها طبقات مجرد أن تنشف نعطيها طبقات مختلفة من اللون الأبيض وممكن ندبج معها طبقات من اللون الأزرق الآن هنبدأ اللي هو برسم بالنسبة للأرضية عندنا البيت التراثي نضيف تأثيرات مثل ما تشوفون بهذا الشكل نبدأ في عملية التلوين بهذه الطريقة بالنسبة للبيت التراثي بهذا الاتجاه ممكن عمل عدة تأثيرات بالنسبة للبيت التراثي مثل ما ذكرنا لكم مثل ما تشوفون بهذه الطريقة وبهذا الاتجاه طريقة التلوين تعتبر جدا سهلة وممتعة مثل ما ذكرنا لكم سابقا بهذه الطريقة نكون تم تلوين نكون تم تلوين البيت التراثي بشكل عام بإمكاننا إضافة عدة تأثيرات مختلفة بالنسبة للبيوت التراثية أيضا ممكن أن نضيف عدة خامات وأدوات على العمل الفني بشكل عام هذه بعض التأثيرات المختلفة الممكن أن نضيفها بالنسبة للبيوت التراثية بإمكاننا مثل ما ذكرنا استخدم أي طريقة في عملية الرسم والتلوين بشكل عام مثل ما تشوفون بهذه الطريقة أكون قد اقتربنا من انتهاء ممكن أن نضيف درجات من اللون البني لعمل الظل بالنسبة للبيت التراثي تخدم درجات غامقة بعض الشيء ممكن أن نضيف القليل من الماء لعمل اللي هو الظل والنور في هذا العمل بشكل عام وممكن أن نعمل تأثيرات اللي هو زخرفية بالنسبة للبيت التراثي مثل ما ذكرناها لكم أيضا بإمكاننا هنا نوضع اللي هو بعض التفاصيل على سبيل المثال ممكن أن نضيف شباك ممكن يتم إغلاقه باللي هو على سبيل المثال يتم مسحه على سبيل المثال سنستعرض لكم على سبيل المثال يتم إضافة اللون وإخفاءه مثل ما تشوفون هذه طريقة اللي هو بإمكاننا أن نضيف بعض التأثيرات ممكن أن نخفي بعض الإضافات اللي يوردنا أن نضيفها فلنا حرية الأختيار بالنسبة لطريقة التلوين بشكل عام على سبيل المثال ممكن نستخدم فرش مختلفة مثل ما ذكرنا لكم لعمل الحدود وتفاصيل الأعمال بشكل عام عندنا هذا العمل يتشوفون أمامكم إذا أردنا أن نضيف بعض التفاصيل بالنسبة للبيت التراثي مثل ما تشوفون بهذا الشكل نضيف القليل من اللمسات الفنية بشكل عام وطريقة التلوين وطريقة التأثير اللي في العمل الفني بشكل عام مثل ما تشوفون أيضا باستطاعتنا أن نعمل التأثيرات المختلفة مثل ما تشوفون عندنا بعض التأثيرات بالنسبة للبيت التراثي أيضا بإمكاننا أيضا مثل ما تشوفون هذه بعض التأثيرات اللي الضل أيضا نستطيع مثل ما ذكرنا لكم استخدام تأثيرات مختلفة بهذا الشكل هذه بعض التأثيرات اللي ممكن نضيفها على السطح بإمكاننا أيضا أن نلون الأرضية ويمكن أن نستخدم أنواع مختلفة من الفرش على سبيل المثال إذا أردنا نضيف السحب في السماء يتم إعادة تكرارها مثل ما ذكرنا لكم بهذا الشكل نكون اقتربنا من نهاية من نهاية العمل بهذه الطريقة أيضا بإمكاننا استخدام السكين في عمل التأثيرات بالنسبة للسحب والسماء أو اللوحة بشكل عام لنا حرية الاختيار في عملية التأثيرات المضافة ومثل ما ذكرنا بإمكاننا نستخدم عدة فرش وعدة ألوان على سبيل المثال إذا أردنا نضيف تأثيرات الموجودة في الأرضية تكون بهذا الشكل مثل ما تشوفون أمامكم بهذا الشكل نكون انتهينا أو اقتربنا من النهاية بالنسبة لتأثير العمل الفني اقتربنا من النهاية مثل ما تشوفون أمامكم بإمكاننا عمل عدة تأثيرات مختلفة من الألوان أيضا بإمكاننا مثل ما ذكرنا نضيف بعض العناصر المختلفة هذه بعض التأثيرات اللي ممكن تضيفونها في عملكم الفني بشكل عام وكذا يا شباب حنا عزيزي طلاب والطالبات حنا انتهينا بالنسبة للعمل الفني نستعرض لكم الآن هذا هو الشكل النهائي للعمل الفني مثل ما تشوفون أمامكم حنا حاليا نستعرض لكم العمل الفني بشكل عام هذه بعض التأثيرات الممكن تضيفونها لعملكم بالنسبة للمشروع الفصلي أيضا بإمكاننا أن نضيف بعض التأثيرات شكرا لكم عزيزي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع والمتابعة بإذن الله نلتقيكم في الحصة القادمة وفي أمان الله